شكرا لكم فيما الصخر يا ربما مثلا نعطيك صحفية مفيدة خليل تكتب في جريدة المغرب قالت هاي قولولو السيد الوزير راهو فما مختصين في مسرح الطفل راهو عنا أسادة ومبدعين يخدموا في مسرح الطفل راهو شخصية تستيش لا تعبر عن مسرح الطفل راهو فوشيكا ماوش شخصية مرجع حليلكم قولولو وراءاتيو القايمة في المختصين أنا ديما نسمحيش ما نسمحيش جميلة خاطرة والله كتاب دي درشكون علش ما نسمحيش لأنا تقول راهو ستيش راهو فوشيكا أنا راني فايس البزين الكونفون هي بين البرسون والبرسوناج هي قاعدة تخلط ما بين الشخصية اللي راتها في التلفزة ذيكا كتافة يعني كتبت راهو قالت شخصية درشنو اي 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 كتبت شخصية اي وعودتها وراو فوشيكا راهو ستيش ماوش درشنو راهو فما أسادة راهو فما درشنو انا فما عند انا بوهيمي وعندي مبدأ في حياتي انه فماش علم تخلق وحده كل شي خلقوه عبيت يعني كتقول لي انتي فما أسادة راهو الأسادة العلم اللي قراهوهولهم أسادة ذاتهم والناس اللي قبلهم راهو اللي يبتكروا كان مبدع ما كانش يعرفوا العلم ذيك هذا من ناحية من ناحية ثانية الأسادة اللي تحكي عليهم أسادة ذاتهم اللي قراهوهم في الجامعة زملية وخدمت معهم يعني هذا احتقار احتقار تعتبره؟ ايه احتقار بالمنطق هذا هو احتقار انا بتحكي كتقول فيه شي قول فيصل بزين راهو مستواه كذا وأذكر أشياء هي حابة تقول محبتك في الأدوار ذيك هي صحفية هي تلعب على كلام هي غلطة فيه تشوف انا جو فيديو تياتر انا ممثل والممثل نقراهو ما وراء الأسطر انتي كتقول المتلقي بشيقر الكتاب الكلام اللي قلته انتي انا قاعد نقرا في ما وراء الأسطر ما وراء الأسطر هذه حقرة قولها فيصل بزين يا مادموزيل ولا يا مادم نقريك روانا تقول اين قريها صحفية اين قريها بي واضحة ذا يردك ولقائي بالوزير صديقي هو وتو ومن بعض له تحية والد زيدي قلق برشة ناس على خطر احفرنا في بلايس اللي ما حفرواش فيهم اللي قبلنا وحبينا نمشيوا البلايس اللي ما مشيوا نحطوا النقاط على حروف ما حط هاش اللي قبلنا بيش نقلق برشة ناسو منهم مذيئ منهم هيا منهم زيدة حاتم بلحاش وحاتم بلحاش هبت تصويره وكتب خنشوفه مع بعضنا وغضوة وزير تكنولوجيا الاتصال بيش يستقبل بيجي ماتريكس حاسيتها منهم ايه 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 يية اقول لك منه هو بالذيت والله ما قريتهيش انا اما بالنبورت اكتشفتها تاو معاي؟ اي والله تاو اكتشفتها هكا كتب حاتم بالحاج اي اما حاتم بالحاج غالبت ما اتنيتهيش منه وجهت نظره ليه منه شوف شوف مش خاتر حاتم خدمت معاه عمل مسلسل كتبه وهو خرج مزيان ساعبين ذفراين رو حاتم مش اللي كتبه وهو اللي خرج رو فما صلاح على يرحموا بدل برشة في السيناريو وفما ممثلين حطوا بصمتهم باش خرج شوف لي حلقات بعد نرجع له الموضوع هاي هذي نقطة نقطة ثانية حاتم بالحاج ولا غير حاتم بالحاج انا راني مسابيتش كي قلت رو غالبت هو هو وجهة نظره وحر من حقه يقول يقابل ماتريكس يقابل سكارفيس حاجة تخصه رأيه انا رأيه متغششتش منه عليش متغششش منه واحدة دريدي في تدوينة زي دا نشوفوا التدوينة مع بعضنا كتبت كان على سيد الوزير استقبال جنود الخافة في المناطق النائية من مديري دور الثقافة المناشطين والعمل وبتشاور معهم يقدم استراتيجية لعمل محدد الأهداف لتطوير قطاع تنشيط الأطفال واستقطابهم للعمل الثقافي ومتبعت تطور ما التفق عليه هذا هو العمل الميداني لطرح صفتوطائي شكرا يعني استضافتك تنترج في إطار طرح صفتوطائي أقول لك شيء أخرى أذوم ناس قلقهم وجود فيسل بزينة مع وزير الثقافة خاطر فيسل بزينة لعيتهم واحدة دريدي أي حتى واحدة دريدي قلقهم وجود فيسل بزينة في بيرو وزير الثقافة والتي تحكي عليه واحدة كان صبرت على رزقها وهذا اللي حكينا فيه وهذا اللي حبينا نعملوه على طول المدى وعندي قائمة والله كانت واتي طن من مدهالك فيها البسيكو البسيكياتر والسوسيولوك والناس اللي من الميدان الكل كانوا بش يكونوا في المجموعة اللي بش نختاروها وبش نحكيو في المشاكل ونحلوا بعض المشاكل اللي تحكي عليهم وحيدة هذي أما نحنا عنا مشكلة الشخص علش فلان علش مش انا علش فلان علش مش انا دا كوردو وبناتنا التاريخ ونعرفوا بعضنا معنى يعني واجعت الكاميرا ومنتكلمش تاريخ؟ بناتكم تاريخ انت وحدة لا لا ما بناتناش كن الخير أنا معندي حتى مشكلة معتحد أما التاريخ بنا يعرفوا هم ماذاهم ومستقبلهم ويعرفوا هم اشني منجاوباش أنا قلت الله أصبر على رزقك عندهم مشكلة معينا مع الوزيري خيش كون قابلتن بيليك مشيت للجنة مثلا وحيدة شنو ينجم يكون عندها مشكلة معنا ما نعرفش قتلك اذا هو ما عندهم مشكلة إذا إذا اللي يتكلم هكا عندك مشكلة لا هو هو ما عندهم مشكلة مع عوزودك لا اذا انا قلتوا مع عوزودك لا محكي مع شخص مش نحنا ما نقولوش نحنا وتنتي الدنيا والطوفان هذه غلطة برشة في الزمالينة كسوا من المأمانة ولا من الصحافة ولا من الناس خلين أنا أو لا أحد ياولاد يروا ما أنت وغيرك موجودين يعني نجم نختلفوا في الآراء أما من أجل بلادنا نقدموا من أجل الثقافة نقدموا عاطف بن حسين هرب التدوينة قال أصدقائي الباهين صديقاتي الباهيات ما زال حد يبعث لي مساج ولا يطلبني باش يستفسر على موضوع لقاء وزير الثقافة بالممثل فيصل بالزين نبلوكيه بالوقت وشكرا عاطف بن حسين فلاح تابع وزارة البيئة والحيطة الاجتماعية والله يقول وعد يقول اللي يحب رهوم انا ما نتدبرش انا ما نتحكمش في رأي الناس انا ما نحب حد يتحكم انا ما نحب حد يتحكم ما نكتبش عليا هو قال لي سألني على اللقاء فايس البازيل هي لي سألو يطيب لوكيه ومور وانش متخني فيه هكذا كل بروديد ده انا واعي انا شنوه وش قاعد نعمل ما يقلقنيش الاخر راما ديور انا منيش برشة برانشيه مع اللاذي الجو الفيسبوكية ومدرشنية ما يوصلكش فم حاجات يبلك بهم هم حاجات يبلك بهم هم حاجات يبلك بهم يعني شوية شوية ويقولولي بنتي تقولي ولا أصحابي يقولولي انا سيخطون او باسي غطوني الجامع ادي ما نغز القدية اي ما يمنيش اكال وشواش ولي اذا ما يعمل اذاك ما يمنيش نعملوها خاصة انك يبدأ لأنه ليس شيء ينتقض أو ينقض. هناك شيء بالحق. نسمعه. لن نسمع. نعيش واحداً. فهذا كل ما قلت لك؟ كل ما تسمع. هناك برشة ذبان. أنا اللي تتاوي في العمورة اللي عمل لكن ترينه وانا.